لا غبارة على قانونية الحجة في مذكرة البحث الحمراء التي أصدرتها النيابة العامة التركية بحق عشرين متهما باغتيال جمال خاشقجي لكن السؤال حول التوقيت في إحدى أبرز القضايا الحقوقية والسياسية تداولا على الصعيد الدولي مذو تاريخ حصول الجريمة في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الفين وثمانية عشر هل هي رسالة مباشرة إلى السعودية للتشويش على سعيها إلى عقد قمة العشرين عبر التواصل الافتراضي؟ أم هي ورقة سياسية للرياض على اعتبار أن المحكمة لم تنعقد بعد؟ فأحد أبرز العشرين هو سعود القحطاني مستشار ولي العهد وهذا قد يكون مؤشرا إلى أن شبح الصراع التركي السعودي قد يتخذ منحا أكثر حدة وماذا لو كان للمأزق التركي في سوريا دور على خلفية بحث أنقرة عما يرفعها من المستنقع ويعزز موقعها في التسوية مع موسكو؟ أول من كشف تفاصيل الجريمة كان مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي الذي قال وكتب أكثر من مرة بتهكم حول المعلومات التي كانت تتخبط فيها الرياض في البداية لدرجة قوله يوما إن لدينا شعورا بأن ثمة من يهزأ باستخباراتنا حتى أن إردوغان نفسه تحدث شخصيا عن حيثيات الجريمة مستفيدا في حديث طويل أمام كتلته النيابية عن تفاصيل التفاصيل هذا في البداية لكن المماطلة التركية التي طبعت المرحلة اللاحقة وشت بالسعي إلى تبادل أوراق ما في إطار ما سماه كتاب سعوديون وآخرون موالون للرياض بسياسة الابتزاز إردوغان ربما أراد استفزاز ترامب هذه فرضية وقد يكون واردا أن الاستفزاز جاء من أمريكا ولكن ليس من البيت الأبيض ففي مطلع هذا الشهر شهدنا على عودة نواب أمريكيين جمهوريين وديمقراطيين للمطالبة برفع السرية عن معلومات بشأن مقتل خاشقجي ولسيما أن القضية تمثل مادة قابلة للتوظيف بقوة في السباق الرئاسي الأمريكي هل هي ضغوط أمريكية وليس بالضرورة الترامبية على السعودية لما تربطها من علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي فهل تحولت أنقرة إلى صندوق رسائل انتخابية بين الترامب ومنافسيه الرئاسيين من أجل زعزعة العلاقة مع حلفاء أمريكا الأساسيين وعلى رأسهم الرياض الثابت أن الأسئلة التي تحوم حول القطوة التركية وتوقيتها أكثر بكثير من الأجوبة المنتظرة